يتوجه رئيس مجلس النواب المصشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى إلى مزينة بالي الأندونسية يأتي ذلك للمشاركة في أعمال الجماعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمقرر عقدها خلال الفترة من 20 إلى 24 من مارس الجاري ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات دورة 209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي كما سيلقى المزشار الدكتور حنفي جبالي كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع مناقشة العامة للجمعية حول الوصول إلى صفر انبعاثات وحجد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات لجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي مثل لجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع إعادة التفكير وإعادة سياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم اشتركوا في القناة